يعني عمال الشروق هم من مدرسة علي فضيل المستحيل ليس شروقيا نحن نعمل على أن نرسخ ونؤكد ريادة الشروق تيفي وبعدها الشروق نيوز على المشهد الإعلامي السمع البصري في الجزائر نطور ما يمكن تطويره نحافظ على الإنجازات والنجاحات نصحح الأخطاء التي تقع أثناء العمل وأيضا هناك جانب آخر الذي نركز عليه الآن هو على التركيز أكثر على جانب الميتي ميديا نحن نعرف أن جمهور الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام تقريبا يمثلون أكثر من 70% من جمهور المشاهدين فنريد أن نؤكد ريادة في هذه المجالات أيضا طبعا الشروق أونلاي تبقى هي الموقع الإعلامي الإخباري الأول مواقع الفيسبوك للشروق لها عشرة ملايين متابع اليوتيوب والقناتين تقريبا أكثر من خمسة ملايين متابع الإنستجرام والتيك توك والملاحق الأخرى في تصاعد مطرد نحن نركز أيضا على هذه الملاحق حتى تكون في نفس المستوى قناة الشروق قناة الشروق أو مجمع الشروق ككل طبعا التحذيرات نحن دائما الطموح كبير والحلم أكبر ولكن مع ظروف الجائحة جائحة كورونا هذه فرملت كثير من المشاريع التي إن شاء الله نتمنى أن تنزح هذه الغمة وأيضا ما زالنا ننتظر تنفيذ الوعود التي وعدنا بها كثير من رجال السلطة وهي استرداد كثير من الإنتاجات التي كانت في عهد الأستاذ علي فضير رحمه الله مسلسل تلك الأيام وعدنا كذا مرة بأن يرجع لنا هذا المسلسل أنجز منه 16 حلقة وبقي فيه تقريبا 10 حلقات على أن تنجز إن شاء الله لاحقا فننتظر تنفيذ الوعود إن شاء الله ونتمنى أن لا يطول هذا الانتظار إن شاء الله